اهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام هنأتوقف في هذا الحوار كما عدتنا منذ بداية هذه الأزمة حول هنأتكلم على ما نقوم به احنا بنتعامل مع فيروس كورونا باعتباره كائن حي وقد يكون واحنا بنلف عليه في محاولة لرصد كل ظواهر هذا الفيروس سواء ليه شخصيا أو مؤثراته على الجنس البشري أو محاولات الجنس البشري على التأثير عليه فيه أنواع كثيرة للتعامل مع هذا الفيروس من النظرية أو من الناحية العلمية الشق التحذيري والشق الخدمي التعريفي والشق اللي بيحاول يقدم ما سوف يحدث ما بعد هذا الفيروس فيه دول استبق ده فيه دول بتشتغل على هذا الملف من النواحي العلمية والبحثية والمعملية وفيه دول بتحاول تشتغل عليه من ناحية تأمين يوميات نشاط هذا الفيروس من خلال تحجيم الأعداد محاولة لنشر الوعي محاولة لبث البيانات لتقليل القفزات الكبيرة المرعبة اللي ممكن تؤدي إلى مصارات اجتماعية تؤثر تأثير على المدى البعيد احنا النهاردة انا نتوقف حوله او مع هذا الفيروس من زاوية من زاوية اللي احنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم حوالين ازاي الدولة المصرية تفكر للتعامل ما بعد هذه الأزمة أزمة فيروس كورونا هل الدولة المصرية في تخطيطها في التعامل مع هذا الفيروس بتتكلم على إدارة آنية إدارة حالية لهذه الأزمة في محاولة لإدارة المنظومة الطبية ولا بتتكلم انه بعد تخطي هذه الأزمة احنا محتاجين نعمل ايه في المنظومة الطبية والعادات الصحية المصرية في مواجهة الفيروس ده او ما قد يستجد من فيروسات باعتبار انه ما يقال او ما يتم الهمهمة به انه ما هو قادم تبقى لأحاديث الخيال العلمي هي الحرب الجرثومية او البيولوجية ايا كان اهلا بكم احنا هنفتح هذا الملف مع حضراتكم بعد اذنكم حيئ الدكتور احمد سعفان وهو وكيل وزارة الصحة المصرية سابقا واستاذ بكلية الطب بجامعة عن شمس اهلا بكم ونبدأ هذا الحوار اهلا بك دكتور اهلا وسهلا اطلت في التقدمة جميلة كنت محتاجين احنا نشير انه قد يكون التعامل اليومي مع فيروس كورونا ولكن الزوايا احنا بنحاول نرصد فيها كل المناح اللي ممكن تخلي المواطن ياما يحترس او يستفيد لانه في الاخر الازمة فيها قدر من الاستفادة فيها جزء من التثقيف الطبي تمام حضرتك كطبيب شايف الازمة دي النقطة اللي بدأت فيها والنقطة اللي استمرت او وصلت ليها ومقالتها مستقبلا شايفها ازاي طبي اه انا يعني تعالى ناخد الازمة ككل ولازم نستفيد منها ازاي يمكن امبارح معالي وزير التعليم العالي طلع بدراسة اه اتعاملت من قبل الجماعات المصرية واقر فيها ان الفيروس او الدورة الحياتية للفيروس هتوصل لاعلى بيك لها اخر شهر خمسة وحتقل خالص لغاية نص ستة او اخر ستة مفروض مش حيبقى فيه حالات خالص تمام تمام احنا طبعا الحمد لله ستن من عند ربنا اللي احنا الجائحة عندنا ما كانتش عظيمة احنا خمستاشر الف حالة ستمائة حالة وفيات ده مقارنة بالدول الاخرى ده رقم ضعيف جدا طب احنا ايه لما نيجي نحلل الازمة اللي احنا عدينا فيها ايه الحمد لله سبب نجحنا لغاية دلوقتي او عدم وجود كارثة زي البلاد الاخرى انا من وجهة نظري كطبيب في هذه الجائحة وفي هذه المنظومة وسط المستشفات كتير وانا مسؤول على المستشفات كتير هي كتحكتين اولا الرؤية للحكومة المصرية اللي احنا كنا صبقين بالاورنس وصبقين اللي احنا نعمل شحن معناوي للقطقم الطبية وزادت زيادة التوعية التوعية للمواطن المصري ده في فترة الغاية قبل الرمضان كان مقلل الحالات كويس جيدة طبعا سبب العادات وسبب الارتباطات الاجتماعية الناس برضو زادت شوية في رمضان الاختلاط زادت شوية بدأت الحالات تزيد كويس كل ده وحتعدي ان شاء الله اللي انا دايما نفسي اقوله اللي احنا ما بعد الكورونا احنا هنبقى فين علما ان كل فيه دراسات كتير قوي على مستوى العالم بتقول ان فيه جائحة تانية ممكن تيجي مع بداية الشتاء الجديد والدول العظمة خايفة من هذا الكلام وبدأت تنظر للانظمة الطبية اللي انهارت في امريكا وفي اوروبا يعني الانظمة الطبية اللي كانت في دول اوروبية وفي العالم الغاربي احنا بنبصله بهالة كبيرة جدا بعض الانظمة دي انهارت تماما فاحنا لازم يكون لنا رؤية احنا ما بعد الكورونا هنعمل ايه يمكن الكورونا دي وجهتنا ببعض تراكمات من السنين اللي احنا كنا واقعين فيها في النظام الطبي في النظام الطبي في مصر الناس لما بتحس بالخطر بتتكاتف معه بعض ويمكن انا احب اقول لحدك حبة ارقام عشان الناس تبقى متخيلة قصة احنا في وزارة الصحة عندنا خمس جهات جوه وزارة الصحة كل جهة بتشغل بشكل ودول عددهم 620 مستشفى احنا عندنا نتكلم في الارقام دي يا دكتور بطبسيط احنا عندنا خمس جهات جوه المنظومة جوه وزارة الصحة كل جهة من دول كبتشتغل بلايحة بسيستم مختلف خلص عن التاني عظيم اجماليهم 620 مستشفى نسب اشغالهم لا تزيد عن 40% تمام دورة استغلال المريض على السرير في سرير وزارة الصحة توصل لغاية 6 ايام استغلال المريض استي المريض بيستخر على السرير متوسطه 6 ايام مع ان المعدل العالمي يومين ونص وده يعتبر امر ايجابي ولا سلبي سلبي ان دورة المريض بطيئة جدا ده وايه سببها؟ سببها الروتين والبيوقراطية وحاجات كتير طيب تعاني تكلم فيها بالتفصيل بس انا هسيب حاطك بس اسردلك عشان تبقى انت متخيل القصر عندنا المستشفى الجامعية دول 113 مستشفى عددهم 35 ألف سرير دول بيشتغلوا بسيستم تاني خالص ودول مش مرتبطين بدول خالص نيجي لهيئات خاصة يعني ال113 اللي هي مستشفيات الجامعية بتشتغل بسيستم غير السيستم بتاع وزارة الصحة مستشفى تبع وزارة الصحة وهل الاصل ان المستشفى الجامعية دي تبع وزارة الصحة؟ موزارة التعليم العالي عظيم نيجي بقى لمستشفات تانية اللي هي الهيئات الخاصة زي الجيش زي الشرطة فيه مستشفات حكومية زي الكهرباء زي مصر الطيران زي نقل والمواصلات دي مستشفيات وزارة التضامن الجامعات الخيرية بكل صورة دي مستشفيات غير القطاع الخاص تخيل بقى حدد كل ده جزر مستقل يمكن من اهم الحاجات اللي حصلت في الكورونا ان الناس دي بدأت تشتعل مع بعض من الخوف قبل كده احنا ما كناش بنشتغل مع بعض كل سيستم مختلف من عايز اعرف دكتور يعني ايه كل سيستم مختلف يعني حضرتك وزارة الصحة نفسها عندنا حاجة اسمها القطاع العلاجي عندنا حاجة اسمها الامانة زي محط ناصر عندنا حاجة اسمها المؤسسة العلاجية عندنا حاجة اسمها المعاهد التعليمية كويس حضرت كل كيان من دول يندرج تحت مجموعة مستشفيات لهم لوائح مختلف عن التاني خالص فالسيستم مش واحد اللي هي اللوائح اللي بتنظم عمد الأطباء ضمن المنظومة دي والمنظومة المالية والإدارية تمام مختلفة خالص طب وده في ايه مع المريض هقول لحضرتك ده بيجي بقى في التضيير على الأرض كويس حضرتك مفيش هارمونيما بينهم من بعض العالم كله بيشتغل بايه بيشتغل بفكرة واحد بس فيه مايسترو هو اللي بيحرك المستشفيات دي وتشتغل يعني حد يحدك مثال المستشفيات الجمعية دي تعتبر المستشفيات ذات المرجعية يعني فيها أعلى مستوى من الطب اللي المفروض يشتغل فيها أعقد العمليات احنا عندنا المستشفيات الجمعية بتعمل أبسط العمليات تمام المستشفيات على مستوى العالم كلها بتتقسم لاي وبي وسي كفاءة المستشفى ما هي دي كلها على بعضها والتخصص اللي فيها احنا ما عندناش هذا في مصر فعندنا هدر في المجهود البشري وهدر في الفلوس دي نقطة لما ديجي نتكلم على اللوايح والقوانين احنا عندنا في مصر اللوايح والقوانين هائلة يعني عندنا قانون التأمين الصحي اللي صدر سنة 2018 اللي ممكن يحللنا المشاكل دي كلها تمام؟ ماشي ببطء شديد جدا تمام يا فندم ولسه ما تطبقش ومن المتوقع 12 سنة عشان يوصل لغاية القاهرة طب دكتور عندك معنى ان احنا ناخد الموضوع في محور تاني مش محور تاني منفصل احنا هنا فكرة حضرتك في طرحك للحوار انت حضرتك قدمت بعض المشاكل اللي بتوجه القطاع الصحي يبدو ان هي طويلة ويبدو ان تفاصيلها معقدة وحضرتك اشرت وكأنك بتقولي انه انا بوضح ولكن نحن نعلم ان هذه المنظومة هي تراكمات سنين زي ما موجودة في كل القطاعات وبناء عليه سؤالي التالي ما هو الشكل الامثل لضبط ايقاع هذه المنظومة الطبية المصرية ما هي التوصيات وهل القائم على العمل الطبي في مصر في هذا التوقيت يجهل هذه الافكار وحضرتك مبدئيا جبتها منين ولما حضرتك امتلكتها هل غيرك ما يمتلكهاش وهل الفكر الاداري التطبي في مصر كله يعرف الفكرة دي وهل هو بيعاني من النقاط الضعف ده انا سألت السؤال شامل كامل بحيث اصيبنا حضرتك كامل الحرية انك تجيب عليك بالعكس السؤال جميل جدا على فكرة كل المعلومات دي معروفة لكل الناس في مصر تمام بس احنا عندنا مشكلة اساسية احنا ما كانش عندنا الارادة السياسية القوية الحقيقية لتطوير المنظومة الطبية في مصر على مدار سنين فاتت كتير يمكن ازمة كورونا وللناس لما بدأت تحس وبقت بقى موقف حكومي وموقف دولة بدأوا الناس تبص للمنظومة الطبية المنظومة الطبية عشان تقدر تقف قدام اي جائحة لازم تبقى منظومة قوية ايمع على ايه ايمع على الادارة الحكيمة الادارة الحكيمة مش لازم ابقى دكتور عشان اعرف ادارة حكيمة للأسف الشديد حضرتك احنا ما عندناش للمستشفيات او القطاع الطبي في مصر اللي بيدار بفكر اقتصادي اي منشأة في الدنيا فندم طبية او غير طبية اذا لم تدار بفكر اقتصادي تمام هتؤدي الى فشل المنظومة عشان كده المواطن البسيط العادي ساعات كتير اوي يبقى غير راضي على الاداء الحكومي في المستشفيات طبعا ده موضوع كبير ايه الحلول السريعة والحلول طويلة المد من ضمن الحلول السريعة اللي احنا لازم الفترة الجاية نعمل نوع من انواع الربط ما بين المستشفيات كلها ببعضها ازاي عشان تبقى الامور واضحة ان الدولة تبقى دورها حاجة مهمة جدا شراء الخدمة وليس تقدمها اوضح لحدك النقطة دي لما حصل لمبادرة الرئيس الفترة الفتت في قوائم الانتظار كانت نجحة جدا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في سرايا الرعاية المركزة والحضانات تمام حصلت مبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار بدأت الدولة بتشتري الخدمة من القطاع الخاص ومن المستشفات المختلفة وبدأت تشتريها من الجامعات الخيرية بتقول انا حاخد اه عملية المفصل اللي عندي فيها قوائم الانتظار طويلة جدا انا اللي هيعملي العملية بالمواصفات دي هتفعله كذا قوائم الانتظار انتهت في عملية الاورام في عملية المفاصل في عملية القلب المفتوح ودي كانت فكرة ناجحة جدا احنا النهاردة وانا بكلم حضرتك دلوقتي احنا عندنا قزمة كبيرة جدا في سرايا الرعاية المركزة والحضانات يبقى احنا لازم دلوقتي يبقى عندنا خطة قصيرة الأجل اللي احنا نطلع من الكورونا دي بفكرين مهمين جدا شير الخدمة وليس تقدمها عشان كل قطاع الطبي في مصر يمسك في بعض ودي توفر عليك ايه عرغم انك بتتكلم هنا دكتور ان انت هتشتري الخدمة يعني فيه اعباء مالية اضافية هحاكي لحدتك حتة صغيرة جدا لو خدنا مثال زي مدرية الصحة في محافظة القاهرة تمام ميزانيتها في السنة تلاتة مليار جنيه تلاتة مليار تلاتة مليار جنيه خمسة وتمانين في المائة من هذه الميزانية الراحة في صورة مرتبات تمام هل ده يعيب الميزانية ولا الميزانية اصلا قد؟ لما يعيب الادارة اللي انا وصلت من التكدس اللي انا بادفع مرتبات اكتر من الخدمة الحقيقية تمام يعني لو حضرك حسب عدد المواطنين اللي بيستفيدوا من قطاع الصحة في القاهرة لا يزيدوا عن تلاتة مليون مواطن تمام لو حسبت حضرتك الخمستاشر في المائة ايه تلاتة مليار على التلاتة مليون انا لو اشتريت الخدمة ارخص لي تمام ودي الحقيقة اللي في مصر طيب عشان بس طبعا انت حضرتك هترهقني لا مش سبب لا 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 لانه يعني ضعف ضعف لا 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 لانه يكون معلومات في هذه الفكرة فانا مضطر ان انا استفسر يعني شوية استفسرات في هذه الجزئية تمام انت حضرتك لما بتقول انت حضرتك طرحت نقطة مهمة انه لما نشتري الخدمة كدولة انت هنا بتعمل تكامل في المنظومة الطبية وانه بمعنى ادق انت بتشغل الجميع تحت اشراف وادارة واحدة بانك عارف ايه الحالات اللي عندك وعارف تتعامل في انهى مستشفيات وفي المقابل انت ورقابة جيد واند انا اعمل رقابة ازاي ليه حضرتك انا لما باجي من اي مستشفى تبع حقيقات او تبع القطاع الخاص او حتى المستشفى الحكومية نفسها لما باجي اقول له انا هخلي المريض عندك يعمل تغيير مفصل بتلاتين الف جنيه ودي ارقام حقيقية فايز حضرتك هو اصلا مفهول يتعامل بكام في القطاع الخاص بصوصة لمية ومية وعشرين الف عظيم تمام حضرتك فانا لما ابعتلك المريض هتعمل العملية بالمواصفات التالية وانا هاخد منك النتيجة وفي الاخر هحول لك الفلوس والتجربة دي فعلا اتنفذت اتنفذت في قوام الانتظار ونجحت جدا بس ده كان بند من ضمن بوقت مش في اطار في ثلاث اربع امراض مهمين جدا بس انا شايف ان الحل السريع هو كده مشاركة المجتمع ككل طيب حضرتك تعال نتكلم عليه من الناحية الرقمية لما حضرتك دردت مسل وقلت انه مدرية الصحة في القاهرة ميزانيتها 3 مليار جنيه وانها بتصرف 85 من قيمة هذا المبلغ في الرواتب وما يتبقى هو ما يسمى بالرعاية الصحية او المصروف المباشر على الخدمة الصحية طيب حضرتك لو احنى الفكرة الى ان انت تشتري الخدمة زي ما حضرتت طرحت ده ال 15% اولا احنا هنبقى ال 85% قائمة يعني هتضطر تصرف 85% من قيمة هذا المبلغ على الرواتب لكن تقصد انه ما تبقى من هذا المبلغ هيتم توظيفه بطريقة جايدة فهيكون المرضود اكثر ايجابية زي حاجة تانية مهمة جدا المستشفات الحكومية هتبتدي تتصرع اللي هي تاخد هذه الخدمة عندها بفلوس فاتنمي سندقها غير لما المستشفات الحكومية دلوتي معتمدة اللي هي تاخد من الموازنة الدولة وما بتدورش على ارضاء المريض ليه وانا لما اجي اشتري الخدمة الطبية باشتريها بس من المستشفات باشتريها من الدولة اشتريها من الدولة واشتريها من القطاع الخاص واشتريها من الجمعيات يعني حالتك عيسو قصد انه كل مكان عنده خدمة طبية مميزة عنده متخصصين اكفاء نقدر نشتري منهم الخدمة وده اللي هيخلق نوع المنافسة وده اللي هيخلي في الاخر رضا المريض اعلى بكتير حضرتك دلوقتي وانا بتكلم حضرتك لو في حد عنده حد من اهله عاوي السرير عاية مركزة دي مشكلة كبيرة جدا في مصر ليه ان عدم توفر الدكاترة بالتمريد بالخدمات الطبية بوجود السراير دي مشكلة تمام وده ازمة مش بتاعت النهار ده ولا مبارح دي ترقومات من السنين طب وانت عشان توفر ده هتعمل ايه او محتاج تعمل ايه لازم اغير الفكر الادارة لازم اغير فكرة ادارتي للمنشأة الطبية انا عاوز اقول لحضرتك يعني الاسف زي ما انا بقول لحضرتك وقت البرنامج ما ياخدش مني حاجات كتير بس حالي لحضرتك امثلة زي مثلا لما نيجي نتكلم الناس في مصر مش عارفة ان فيه ازمة في الاطباء البشريين احنا حضرتك المقياس العالمي بيقول لكل عشر تلاف مريض مفوض يبقى قدامه خمسة وعشرين طبيب احنا في مصر عندنا تمانية اطباء الرقم تاني لو تكرم مفروض المعدلات العالمية بتقول كل عشر تلاف نسمة يكون متوفر قدامهم حضرتك خمسة وعشرين طبيب احنا في مصر العشر تلاف قدامهم تمان تلاف تأسف تمانية تمانية مش خمسة وعشرين لا مش خمسة وعشرين يعني في قصور في عرض الاطباء زي حاجة تانية مهمة جدا حضرتك عدد الاطباء المسجلين في النقابة الاطباء في مصر خمسة وثلاثين في المية بس منهم اللي بيشتغل في المستشفات في القطاع الحكومة الباقي عازف تماما عن الشغل في الحكومة ليه بقى يسافر برة القطاع الخاص بياخده اخطر فما بقاش فيه رغبة من الاطباء البشريين للدخول للقطاع الحكومة طبعا مش فيه منطق في الحالة دي انه السوق بقى عرض وطلب بقى عرض وطلب زي حددك بعد الكورونا اللي هيحصل كالتالي وده اللي انا دايما بنوح عليه ان الدول العظمة وصلت عندها فيه ضعف الدول العظمة زي امريكا عندها ضعف شديد في عدد الاطباء والمنظومة الطبية عندها قالت فحتتدي تفتح ابوابها للقطاع ده للقطاع ده فالأطباء شباب الأطباء اللي عندي حيسيبك ويمشي او الاكفاء منهم كمان هيبدأ يسافر ويدور على فرصة افضل ده هو اللي حيتعرض عليه تمام وفي الحالة دي انت مفروض تعمل ايه يعني احنا ممكن في خلال 3-4 سنين حيبقى عندنا عجز شديد جدا في الأطباء البشرية طب مش احنا دكتور عندنا كان فيه جدل داير في الفترة الاخيرة حوالين الأطباء وتسجيلهم والتكليف ليهم والجدل اللي ضاع حوالين دفعة 20-20 مسبوط ومشكلتهم اصلها ايه حضرتك الأطباء بالنسبة لهم حضرتك في مصر يروح التكليف في وزارة الصحة ويتقادى اجرى الفين ونص ثلاثة اربعة في الشهر مثلا ولا يعمل معادلة في ستة شهر وياخد تمانين الف دولار راتب شهري اسير راتب سنوي في امريكا يعمل المعادلة غير التمانين الف دولار ومين اللي حيقدر يعمل المعادلة الشطار منهم فالشاطر حيمشي تمام وعلى فكرة دي الحقيقة اللي بتحصل على الارض فاحنا لو ما قدناش نغير تبقى المعادلة دي الاول فين كطبيب حضرتك بيعملها هنا في مصر في مصر في مصر في فترة الامتياز تمام عشان كده وزارة الصحة دلوقتي عندها تكدس غير طبيعي من السادلة واطباء الاسنان وعندها عجز شديد في الاطباء البشرية طيب ودي طبعا طبعا التمريد قطع تاني التمريد قطع تمريد كبير فده اللي أنا نفسي بقوله يا جماعة أزمة الكورونا موجودة وان شاء الله هنعدي منها بس لازم يكون عندنا رؤية قوية لللي جاي بعد كده ولازم احنا كدولة زي ما الدولة دلوقتي متكتفة بكل وزارتها عشان تقف أزمة الكورونا لازم هذا التكتل يبقى موجود وتبقى فيه إرادة حقيقية من الدولة لتصليح المنظومة الصحية اللي جاي احنا مش عارفين فيه ايه طيب أنا عايز بيستة توقف شوية حوالينا النقطة دي لبعض الاستيضاء معانا كده انه الدولة لما لوحت او متمثلة في وزارة الصحة انها قد تستعين بالصيضلة ده كان نوع من الضغط السياسي على الأطباء الجدد؟ لا خالص ده نوع من أنواع الحل السريع عشان يقدر يحل مشكلة عدد الضغط ليه حضرتك انت عندك وحدات صحية في مصر اللي في القرى وفي النجوع مش قادر تشغلها كويس عشان ما فيش أطباء بشريين كويس حضرتك؟ ليه هو كل اللي بيشتغل في النجوع او بمعنى أدقة كل اللي بيشتغل في الأماكن البعيدة بيشتغل في المستشفيات الدولة ده مش كل كل الحمولة بتاعة الأطباء في مصر ده الجزء صغير منها جزء صغير بس مش موجود أو أنت كمنظومة ما تعرفش تستعين بغير الموظف عندك واللي موجود عندك طبعا ما تقدرش تتعاقد مع حد طب وهو أصلا شروط ان اللي يتوظف في وزارة الصحة دي ايه؟ اللي هو مكلف بياخد تكليفه عشان يقدر يكمل ويقدر حداكي احنا عندنا الأطباء لما بيتخرجوا حاجة من الاثنين في جزء صغير منهم بيكمل في كرير الجامعة أو جزء منهم بيروح للجيش أو للشرطة أو المفوض الأكتر بيروح يكلف في وزارة الصحة التكليف ده مش مش إجباري ممكن يتنزل عنه ويبقى طبيبي حر تمام تمام بس ساعتها مش هيقدر يتوظف أي وظيفة حكومية بعد كده لو هو استقال تمام أنا عاوز أقول لحداك حاجة أغلب الشباب بيعزوا تماما دلوقتي عن التكليف ليه؟ عشان يسافر عشان يروح القطع الخاص عشان فرق الدخل غير طبيعي فلازم المنظومة تتغير لازم المنظومة تختلف لازم أبقى أنا المنظومة المالية المنظومة المالية والإدارية اللي هي خلي بالحادة شباب الأطباء ممكن للعائد المادي مش كل حاجة في حياته العائد العلمي هو عاوز يتعلم بس أنا لما دخلوا التكليف في وزارة الصحة وقولوا أنت مش هتقدر تسجل الماجستير أو الدكتوراه قبل سنتين أو ثلاث سنين ده من شروط التكليف؟ من شروط التكليف يقولوا ما تسجلش من على طول فده طبعا بيخلي بعض الأطباء الشباب عاوز أتعلم عاوز أتدرب أو في بعض الأماكن في وزارة الصحة بيبقاش فيها فترة التدريب سليم فأنا لو غيرت المنظومة من ناحية العلمية اللي أنا أشده بالتدريب وإحنا عندنا قوانين ولوايا إحنا عندنا حاجة اسمها هيئة التدريب هيئة التدريب دي مفروض تبقى مسؤولة ومنوطة عن تدريب الأطباء بس التفعيل التفعيل على الأرض عشان كده بقول دي فترة ذهبية اللي إحنا نزبط أداء السيستم الطبي في مصر إن الدولة كلها دلوقتي أوير بفكرة الطب أوير بأهمية الأطباء والتمريد أوير بأهمية المستشفيات فدي فرصة لازم نستغل لها والقائمين على النظام الطبي في مصر لازم أبدأ طيب إحنا بنتكلم في مخاوف وحضرتك بتتكلم أنه فيه صورة عادة وفيه عندك أكتر من مهمة فيه جزء من هذه المهام هي مهام مرتبطة بقدرة الدولة المالية على تجهيز المستشفيات هل نتكلم أنه القطاع نفسه الأفراد التقى البشرية عندها مشاكل والدولة بتحاول تحيط بهذه المشاكل وتحاول تقلل خسائرها وحضرتك أشارت أنه أنت فيه تخوف من أنه الدول اللي سبقاتك أو سبقاك علميا في إطار عملية يعني إعادة تصحيح مصرها مصر منشآتها ومصر قوانينها ونظامها الطبي قد تستقطب مجموعة من الأطباء وأنها ممكن تسبب لك عجز زي ما تسبب لغيرك عجز لكن الأهم أنه أنت كدولة من ناحية المستشفيات كأبنية من ناحية التجهيز المعدة الدواء كل هذه المنظومة المرتبطة بأنك لازم توفر لها مقابل مادي علشان تكون مستشفياتك ونظامك الصحي مستعد لأي أزمات شبيهة بأزمات كورونا أنت إزاي تقدر تغطي كل الفكرة دي سواء من ناحية الأطباء من ناحية التكلفة المالية من ناحية تجهيز مستشفيات من ناحية إعادة قوانين من ناحية ربط إداري جديد كل ده إزاي تعمله السؤال جميل بس أحب أرد عليه بالأرقام تمام إحنا في مصر البنية الأساسية بتاعتنا كطبية بنية قوية جدا والثابة تديه في وقت كورونا يعني المستشفيات العزل اللي الناس دخلتها على أعلى مستوى بس أحب أقول لها دي أرقام سريعة المعدل العالمي في أحسن النظم الطبية لكل ألف مواطن لازم يبقى قدامه سرير كل ألف مواطن قدامه سرير يعني نازم يكون فيه سرير عشان يقدم ألف مواطن لو إحنا مئة مليون يبقى إحنا عاوزين قد إيه عاوزين مئة ألف عاوزين مئة ألف سرير نرجع لأرقام اللي أنا قدتها لا تنساش إن محاداتك قدتني رقم فيه عجز وقصول أصف فعلا لا أطباء بكل عشر أطباء لا أتكلم على المنشآت الطبية دلوقتي كمان كمستشفى حضرتك إحنا دلوقتي وأنا بكلم مع حضرتك كده وزارة الصحة بتملك تمانية وخمسين أربعة وخمسين ألف سرير مستشفىات الجامعية بتملك خمسة وثلاثين ألف سرير يعني يا حضرتك لو حسبت الاتنين دول على بعض إحنا بنتكلم في حوالي تسعين ألف سرير غير القطاع الخاص غير المستشفىات التانية فإحنا ما عندناش أزمة في المنشآت الطبية خلص ده طبقة للمعايير الدولية تمام؟ بس إحنا عندنا مشكلة أكبر عندنا مشكلة في إدارة المنشآت لما يكون عندي المنشآت دي بنسب إشغال تتراوح ما بين خمسة وعشرين واربعين في المية يبقى أنا مشكلتي في الإدارة مش مشكلتي أنا بالعكس أنا بنيت البيت الجميل وفرشته أحدث الأجهزة بس ما عنديش اللي يشغل اللي يشغل ده هم هم الناس دول عاسفين عن الحكومة عندي وبنروحوا يشتغلوا في القطاع الخاص أنت عندك المستوى القطاع الخاص في مصر عالي جدا من المستشفات خاصة وغالية جدا والناس الدكاترة بيحبوا القطاع الخاص أكتر من القطاع الحكومي عشان مقابل المال عشان مقابل المال وده حقهم وده حقهم طبعا وفي الدول العالم كله دايما القطاع الحكومي أو القطاع المجتمعي بيبقى أعلى من القطاع الخاص مفروض يتساوي مع بعض تمام إحنا مشكلتنا كلها يا سيد سامر حاجة واحدة بس عاوزين فكر إداري سليم فكر إداري لإقدارة المنشآت اقتصاديا ويبقى حاجة واحدة هي اللي بتحكم مفيش حاجة اسمها مستشفى دي تبع الجهاد دا المستشفى دي تبع الجهاد دا مستشفى دي قطاع خاص في القانون عندنا المصري في حاجة اسمها المجلس الأعلى للصحة تكوين المجلس الأعلى للصحة دا دا مفروض بيشارك فيه كل ما هو وزراء أو جهات حكومية لها علاقة بالمجتمع التدبي مفروض هو دا اللي لسي أو الباور العام هو اللي بيقسم هو اللي بيشغل كبير وتفاصيله كتير انا كنت اتمنى ان احنا نكمل بس لأسف يعني رفعة الأقلام لكل فتحنا البيت لكل مساحة أو لكل فكرة ليها وقت عندنا انا مشكورك سعيد بهذا اللقاء واظن ان احنا اتوقع ان شاء الله ان احنا هنلطقي تاني لفتح الملف دا بشكل اكتر من دباطن انا مشكورك شكرا جزيدا الدكتور احمد سعفان وانت وكيل وزارة الصحة سابقا واستاذ بكلية الطب بجمعة عن شمس سعيدتي بهذا اللقاء واستفدت بالطبع مشاهديك كرام احنا مستمرين بعض القليو ولكن هننسى بالزمين محمد توركو وقرأة مجازة للأخبار في مصر من بعده لنا وقفة حوارية اخرى في برنامج من القاهرة ارجو ان تققوا معنا من بعده ان شاء الله اشتركوا في القناة